اشتركوا في القناة الشروق مسيرة حاشدة من التحرير الى السفارة السورية لطرد سفير الاسد اليوم السابع صفحة الاولى 150 ضابطا وامين شرطة يخطرون الداخلية باطلاق اللحة المصري اليوم صفحة الاولى اللجنة البرلمانية تنفي تهجير الاسر القبطية من الغمرية وترحيب كنسي بقرار عودتهم الاهرام الصفحة الثالثة تهديد بالقتل لاعضاء اللجنة لاجبارهم على تغيير التقرير مصر اليوم الصفحة الاولى امريكا تصاعد الهجوم ضد مصر اليوم السابع ابو تريكا ولعب والاهلي يقاطعون التدريب بسبب حقوق شهداء الالترس الاهرام الصفحة الثالثة التقس اليوم شديد البرودة بنخفض ست درجات نبدأ بالخبر الاول التقس جميل صحيح اوه بها تالج نعم صحيح يعني المطر خير يعني ربنا ده من شاء الله يعني طبعا بالنسبة للرئيس التوافقي يعني مسألة انه هو الكلام اللي تردد خلال الفطرة اللي فاتت على انها هيكون هناك يعني شبه ماويش بالصفقة وكلمة صفقة في السياسة على فكرة مش كلمة معيبة يعني لما ده شيء معروف بس لما تكون صفقة على حساب حاجات تانية فهنا ده اللي بيصير الشكوك او التساؤلات الفطرة اللي فاتت تردد الكلام انه هناك صفقة ما بين المجلس تعالى القوات المسلحة والحزب الحرارة والعدالة او جامعة الاخوان على اساس ان جامعة الاخوان هي اللي بتتمثل دلوقتي النسبة الاكبر في مجلس الشعب او الاغلبية التصوطية او شكل عام او اللي بتمثل نسبة الاكبر من كتلة التصوطية للطيار الاسلامي اللي فاسل من انتخابات الاخيرة 18 مليون سوط فبالتالي تردد الكلام حوالين انه حيتم اختيار الشخصية واتنشر عنها قيل انها الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية والوزير الخارجية السابق هيكون هو ده مرشح التوافقي طبعا المسألة دي من وجهة نظر اللي اتفق على كده او اللي هما اتفق على ترشيح الدكتور نبيل العربي فيه عنده ممكن نظر انه دي المرحلة تحتاج هذا الرجل ان دي مرحلة محتاجة اجماع وطني لاختيار رئيس للمرحلة الحالية ده طبعا في العرف السياسي وبعد الثورة اعتقد انه غير مقبول او غير منطقي ان احنا في النهاية مدام احنا اسسنا لدولة دموقراطية فبالتالي ان حق الشعب هو الذي يختار الرئيس وبالتالي لا تجيل على حقوق باقي المرشحين وخاصة ان احنا لدينا مرشحين اعتقد انها اسماء جاهدة جدا اسماء مقبولة اسماء لها رصيد شعبي وجماهيري في الشارع في الشارع المصري وادقوا بالفعل من فترة طويلة انهم عاملين جولات الانتخابية او استعداداتهم فاعتقد انه مسألة الكلام على الرئيس التوافقي بالنسبة لمصر اعتقد انه هو ده يعني بينفي او بيلغي حق الشعب في الوض ديموقراطية وفي حرورته في الاختيار وفي الانتخاب وان السندوق هو يكون الحكم في اختيار من يصلح لحكم مصر خلال الاربع سنوات القادمة فبالتالي يعني مسألة التوافق وطبعا اه ممكن يبقى فيه هناك توافق لانه كل دلوقتي يخطب وض جماعة الاخوان او جماعة الاخوان تبحث دلوقتي عن مرشح تستطيع انها تدعم خلال المرحلة الانتخابات الرئاسية القادمة على اساس انها الكتلة الاكبر يعني فاعتقد اوكي من حق انه هو اي جماعة تختار او اي حزب يدعم اي مرشح محتمل ولكن فلندع المسألة لاختيار الشعب لرأي الشعب في النهاية لاختيار رئيسه بارادته الكاميرا وبحراته مشان الشعب كمان مش هيقبل ان هو بعد ما عمل ثورة ان هو يفرض عليه مش هي مسألة وطبعا هيحصل انتخاب بس هي المسألة هيبقى يعني مسألة فيه توجيه لانتخاب رئيس معين مدام انه هناك عليه اتفاق من الاخوان او من المجلس العالم قوات المسلحة المجلس العسكري فاعتقد انه ده هيبقى هناك توجيه للرأي العام بانه هذا هو الرئيس الذي تدعمه الادارة الادارة انتقالية او تدعمه اكبر جماعة سياسية في البرلمان حاليا طيب الخبر التاني من اليوم السابع خوافل رفع الحصار تسحب الى بورسايا يعني طبعا مسألة يعني ما زلنا برضو فيه مسألة تداعيات حدثت الاستاذ بورسعيد حمورات الاهر المصري في الاربع يوم الاربع واحد فبرايل يعني في النهاية لانه المسألة بقت خلط ما بين القصاص لدماء الشهداء والضحايا ومسألة عقاب مدينة اهل بورسعيد صحيح مش اهل بورسعيد كلهم هم اللي طلعوا يعني موتوا لديه اه بزرط لكن طبعا يعني ها المسألة دلوقتي احنا حتى الان يعني لم نصل انه الجناه احنا بنتكلم على جريمة كاملة الاركان جريمة واضحة جدا معروف من الارتكابها وحتى الان لم يقدموا لي المحاكمة اه سمعنا انه خلال ساعات او 48 ساعة القادمة انه هتم حالة التقرير ليه النيابة العامة والنيابة العامة وهيعلن عن تورط عدد من قيادات الامن اضافة لعدد من قيادات الحزب الواطن لكن الى الى هذا الوقت لم نتم الكشف عن الفاعلين والجناه الحقيين في هذه المجزارة البشعة فبالتالي يعني مسألة ان انا اعاقب مدينة بسبب جريمة انت عندهم اطفال عندهم يعني الناس محتاجة يعني حاجات كتير يعني ما ينفعش نتمنى نقطع عنهم والاكل ولا اه بتكلميش بس على برسعيد كاهة لبرسعيد تكلمي على مدينة لها في التاريخ المصري الكثير جدا ولها في الوجدان التاريخ المصري الوجدان الشعب والوجدان البطولي المصري الكثير جدا تكلمي على مدينة يعني زواف التاريخ في الموقع سواء انها في 56 كانت يعني هي المصد للعدوان السلاسي وضحت بشهداء كثير بتكلمي على 67 والتهجير بتكلمي على حرب السنزاف بتكلمي على حرب 73 فبالتالي عقاب مدينة بهذا الشكل وان البعض بيغزي هذا التكريس هذا الشعور في انه نعاقب مدينة بجريرة يعني بعض الجناء اللي قام بارتكاب المسبحة دي اعتقد يجب المسألة الفصلة بينها ولكن بشرط ان احنا بنقول من حقنا جميعا ان احنا نعرف الجناء ان يقدموا الى محاكمة من اجل القصاص دم اكتر من 74 شهيد راحوا ضحية غدر وضحية مؤمرة دنيئة جدا على ارض استاذ بورسعيد طبعا مثل هذه القوافل احنا بنشجعها دايما لان احنا مش عاوزين كل شوية ان احنا نلاقي مثلا في حدثة في منطقة فاحنا نعاقب هذه المنطقة ونبص ان احنا داخلين في سيناريو تفتيتي كده ما بين بورسعيد والبعض اطلق على بورسعيد شعب بورسعيد وده كلمة انا لا افضلها تماما ان انا شعب ما فيش حاجة اسمها شعب وده شعب المصري كله في النهاية ده جزء من الشعب المصري مش هنتقسم دلوقت بالزبط فلا عاقب مدينة بجريرة او بوزر الجريمة ارتكابها ناس معروفين للأسف بمؤمرة تم تدبرها في بعد مباراة الاهل والمصري فانا اعتقد انه الان حتى تبرد الدماء وحتى على الاقل الناس ترتاح لازم يقدم هؤلاء تم الكشف عنهم ويقدموا الى محاكمة وياخدوا الجزاء الرادع والجزاء العادل على ارتكاب هذه الجريمة الخبر التالت مسيرة حاشدة من التحرير الى السفارة السورية لطرد سفير الاسد يعني طبعا مسألة انه ما يحدث في سوريا الان يعني هو اصبح فعلا على المستوى الانساني لا يتقبله ضمير بشري لانه بالفعل قالت الجزرة قولة القتل للنظام الرئيس السوري بشار الاسد يعني زي ما احنا متابعناها دلوقتي بقت مسألة يعني اعتقد لا تحتمل مسألة محتاجة لمواجهة سريعة جدا وتدخل سريعة جدا المزابع وقف نهر الدماء اللي هو موجود دلوقتي في سوريا انه هناك مدن زي حمص بتدك بالطائرات وبالدبابات والدماء الان كثيرة جدا من الشعب السوري اصبحنا يوميا بنسمع عن العشرات بل المئات من القتلة والدم والقتل بدم مبارد يعني اعتقد انه شيء لاجب استكوت عليه فبالتالي انه المظاهرات مبارح على الاقل كانت تطالب بأضعف الإيمان عليه انه هو بطرد السفير السوري في القاهرة يعني النوع من الاحتجاج على الانتهكات او المجازر بسماش انتهكات بسمها مجازر بترتكب ضد الشعب السوري يعني اذا كنا احنا مع وحدة التراب السوري او السيادة السورية ولكن في انها احنا ضد كل ما يجري ضد الشعب السوري من مجازر وانتهكات وحالات اختصاب وهو الاخره فبالتالي هو اضعف الإيمان الرد انه المظاهرات مبارح ما كانتش بس من الجالية السورية ولكن اعتقد كانت من النشاطاء مصريين كتير جدا تضمنوا مع هذه المظاهرة في مسيرة من عمر مكرم لمدانة تحريصهم على السفارة السورية في جاردن سيتي اعتقد ليه تطالب على الاقل بموقف مصري واضح مما يحدث في سوريا ويكون اول هذه القاهرات هو على الاقل اعتبار السفير السوري في القاهرة شخص غير مرغوف فيه وبالتالي على الاقل ليه اظهار ان مصر الناس ما زالت برضو رغم ظروفه الصعب تمر بها المصر نعم ما زالت ناس بوصل لمصر هي قلب هذا الوطن وبالتالي انه علينا تاخد موقف تماشى مع دور مصر التاريخي في المحيط العربي الخبر الرابع من ميني السابع 150 ضابطا وامين شرطة يخطرون الدخلية باطلاق اللحة يعني طبعا مسألة بدت يعني تكرر في الايام الاخيرة وبدأنا نشوف مجموعات على الفيسبوك صفحة الفيسبوك اسمها انا ضابط ملتحي يعني انا اعتقد انه العسكرية المصرية عموما خلينا نتكلم في الاموم لها يعني تقالدها لها قواعدها العسكرية لها قواعدها الانضباطية لها شكلها العام اللي احنا تعودنا عليه يعني سواء شرطة او جيش ولكن بدأت اعتقد يمكن بسبب التنامي مش عايزين عايزينها برضو عن التنامي والصعود للوجود او الطيار الاسلامي في المشهد السياسي او في الحياة السياسية المصرية في الفترة الاخيرة او خاصة بعد ثورة 25 يناير ده اللي شجع البعض على انه يظهر انتماءاته سواء في زرف الشرطة يعني هو كان بينتمي الجماعة معينة بس ما كانش قدر يظهر انتماءه دلوقتي بدأ يظهرهم ما هو خلاص انت يعني مش عايز اقولك النسبة دلوقتي اطلاق الراحة في الشرع المصر بقت كثيرة جدا يعني اللي ما كانش مربدانا بس الضباط الشرطة متعودين من المهم في الكلية اني ما فيش دقني يعني لكن بالتأكيد دلوقتي اللي احنا مش عايزين نربطها برضو بشكل اوسع دلوقتي الكلام اللي بتردد حاولين ضغوط من الاخوان انه ضرورة قبول كام الف من الذين انتموا الى الجماعة تحت مقرر ان هما في النهاية دول مصريين ولكن برضو في النهاية ده بيشجع انه على الاقل انه ادخال وزارة الداخلية اللي المفروض يكون انتماءها في النهاية الامر ده انتماءه في النهاية للوطن ولاس انتماءه لطيار معين لان المسألة كده قد تتحول الى ميليشيات يعني اننا في النهاية ادخل بقى جماعة الاخوان وادخل للسلفين ومسألة تتحول لميليشيات وليست وزارة تنتمي في النهاية مهمتها الاساسية وحفظ امن المواطن المصري ولاس حفظ امن المواطن الحرية والعدالة او مواطن النور السلفي او الاخر يعني ففي النهاية انا اعتقد ان مسألة دي انها اعتقد انها من وجهة نظر انها مرفوضة احنا لنا تقاليدنا العسكرية احنا غير اي دولة تانية ده ممكن يكون متاح في بعض الدول الخليج او بعض الدول العربية ولكن في مصر اعتقد ان الانتماء حتى في الشكل الخليجي هو انتماء للوطن وليس انتماء لأي جماعة او اي فكر سياسي بالزبط يا منا هاش علاقة بس في النهاية انا بتكلم على مؤسسة شرطية يعني اعتقد من اهدى من الوزرات في مصر منذ انشاءها واي اعتقد لها تقاليدها ولها عرفة ولها قواعدها الانضباطية اللي دي التزم بها الجميع الخبر الخامس مصري الليوم اللجنة البرلمانية تنفي تهجير الاسر المحترين من الغمرين مترحيب كانس دي بقرار عودته يعني طبعا المسألة يعني مسألة انه اكتشفنا بعد الثورة يعني يبدو انه زي ما قلنا كان انا وصفتها قبل كده هناك يعني سموم بتطلع او بينفضها الجسد النسيجي الوطني المصري بدانا نسمع نكتشف انه كان هناك لجان عرفية بتعقد مش في العمرية فقط لغير انما حتى في اسرائيل للاصدار احكام بتهجير اسر سواء اسر مسلمة كان دا بيتمه حتى اسر مسلمة او اسر مسيحية وانا اعتقد بعد الخمسة وعشرين يناير ان اعتقد هذا مرفوض تماما ان احنا في دولة قانون يعني وليس في دولة احكام عرفية او مجالس معرفش مجالس الشيوخ او مجالس احنا في دولة قانون وان كل امام القانون سواسية ومن يخطئ ينال جزاء وفقا للقانون وليس وفقا لاي احكام يعني ما صبعا اللي حصل في العملية كان دا كان مثلا صارخ الفطرة اللي فاتت انه بسبب حدثة او شاععة او مسألة علاقة شخصية ان انا في النهاية احول مسألة الى ازمة طائفية ان انا اصدر احكام بتهجير 8 اسر وبالتالي ان انا اتدخل بالعرف علشان ارجع ناس لا انا بتكلم دلوقتي انه هذه المسألة اللي يجب ان تنتهي تماما احنا من مجتمع متغير اذا اردنا ان احنا نتقدم للامام اذا اردنا ان احنا دولة مدنية ودولة ديمقراطية يجب ان تنتهي كل هذه المظاهر وكل هذه الاشكال في المجتمع المصري اكيد دي مكادش اهداف الثورة بالتأكيد تهجير المسيحيين واطلق الشرطة اللوحى اكيد يعني مكادش من ضمن الاهداف ما هي المسألة انت يعني في حاليا انت الدولة في حالة سيولة الدولة رخوة لاست دولة في عافيتها فبالتالي كل بيجيس نبض هذا هذه الدولة الجديدة يعني من خلال بقى ان احنا نجرب نضغط عشان نتلق لحها علشان ما عرفش ايه حاجات زي كده فانا اعتقد انه احنا محتاجين في المرحلة القادمة الدولة الصلبة الصلبة مش معنى الدولة المستبدة لا احنا مكاين دولة الصلبة دولة القانون انه القانون فوق الجميع الكبير والصغير اعتقد زردنا ان احنا نحن نتقدم ان احنا نجني ثمار هذه الصورة انسانية الجميلة ان احنا علينا بالفعل نعلي من شأن وقيمة القانون ان القانون وعدلاته العمياء هي التي تحكم والتي تقرر وليست المجالز العرفية طبعا اللجنة البرلمانية بذلت مجهود مشكورة مشكورة عليها انها راحت بالفعل ورجعت اظن خمسة خمس اسر من تمانية ولكن احنا احنا عاوزين نعالج من الجزور ان احنا محتاجين نعالج الجرح يعني بجزور ان احنا ننظف الجرح كله ثم بعد ذلك نعالجه بالقانون ولسا بالجلسات العرفية او بالتدخل او بالوساطة او بالتوويسة اللحة او بالاحضان او المسائل دي كل هذه مظاهر اصبحت غير مقبولة احنا محتاجين بالفعل نحل كل هذه مشاكلنا بالقانون اعتقد ان علاء قيمة القانون زي ما قال الدكتور سعد الكتاتني ان احنا الدولة القانونية التي تحكم وليس اي شيء اخر ده مفروض ان احنا تمسك به وان احنا بالفعل نصر عليه وان احنا نطبعه على الارض الواقع تمام الاهرام من الصفحة الثالثة تهديدات بالقاتل لاعضاء اللجنة لاجبارهم على تغيير التقرير يعني ممكن الدكتور الشاعر اللي هو كان رئيس اللجنة الصحية بمجل الشعب اللي هي كان منوت بيها راح تزارة سجن الليمان تورا لقوف على اخر الاستعدادات لمسألة نقل الرئيس السابق الى مستشفى تورا يعني بعد ما رجع الدكتور الشاعر قال تصرحات ومقدم اعتقد كده تقرير الرئيس المجل الشعب اللي نظر فيه انه تلقى بعض التليفونات المجهورة سواء عبر رسال عبر التليفون المحمول او على التليفون الارضي وانا اعتقد المسألة يعني دي يعني محتاجة بالفعل التحقيق فيها يعني من المصلحته مش منصلحته التم نقل الرئيس السابق الى مستشفى السجن يعني او تغيير التقرير اللي مفروض هتعرض او اتناقش بكرة على المجلس الشعب بخصوص مدى جهوزية مستشفى سجن المنطرة لنقل الرئيس السابق اعتقد مسألة مسألة تهديد يعني اعتقد يعني مسألة فاتأ وانها فاتأ وقتها واحنا مفروض بالفعل دلوقتي يعني احنا نواجه مثل هذه الحالات اذا اردنا بالفعل يعني احنا نتعامل بشكل سوي يعني فهي مسألة التهديد اللي يجب دم التحقيق فيها ويتم ترصد هذه التهديد ده نشوف من اللي بيهدده ومن اللي هو مصلحة انه يبقى الوضع اللي هو عليه بالنسبة انه عدم نقل الرئيس السابق الى المانتور الاخبار بتعدم حضرتك بسرعة الله يخليك احنا كان عندنا حاجات كتير كنا عزين نشوف حكاية الهجوم الامريكي ده طب تقولنا بسرعة لا مسألة امريكا بتصعد اللي جمد دمصري يعني هي يعني مسألة اولا ان الناس عشان تعرف انه امريكا من مصلحاتها ان تبقى المساعدات العسكرية اذا كنا بتكلم عن مساعدات بسرعة جدا مساعدات الاقتصادية المساعدة الاقتصادية اصلا من سنة 93 هو بيتم تخفضها بخمسة في المية وصل دلوقتي بيتده خمسين مليون دولار الواحد وثلاثة مليار دولار لن تستطيع امريكا وقفها لانها تستفيد من وراها الكثير والكثير جدا فبالتالي هذه التهديدات تأتي في مسألة عد المعركة عد اصابع او جس نبض الدولة المصرية الجديدة بعد الثورة لما رفت الا مدى ستردخ مدى ستخضع واعتقد انه هذا زوبع وستمر جس الشاب المصري ما بيتزلش ويلاقي حلول تانية وامريكا اعتقد كدولة او دولة مساسات بتاع تماما مصالح استراتيجية فين فبالتالي مسألة هذا الضغط وهذا اللجوم سيمر كذا وبعض فينجان لانها تحقق المصاحة الاستراتيجية من وراها المساعدات العسكرية اكتر مما تحققه او تستفيد من مصر تماما استاذ عادل السنهوري مدير تحرير العام لجريدة اليوم السابع نوارتنا شكرا جزيلا شكرا دلوقتي هيكون معنا تقرير قافلة اتحاد كتاب مصر الى محافظة بورسعي لتأكيد اننا شعب واحد مهما حصل خاصة بعد الاحداث الاخيرة لمباراة النادي الاهلي حيث خرجت المحافظة بالكامل لاستقبال القافلة والترحيب بها تابعونا بعد الفاصل